بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهل يا جمهور النادي الأهل في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 إلى 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية اللي حصلت في العلعاب الأخرى داخل جمهور النادي الأهل محلياً وأفريقياً خلال الفترة القصيرة اللي فاتت طيب احنا النص الأول من حلقتنا من مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها جابين لحضراتكم مجموعة كبيرة النهاردة من الأخبار مهمة جداً وهنسمع كمان تعليق ومدخلات أكيد إن شاء الله هتحطينا على الصورة بشكل كبير النص التاني بإذن الله عندنا هيبقى من الحلقة بتاعتنا هيبقى النص الحواري أو الفقرة الحوارية انتعرفين برنامج الأبطال من البداية كان عندنا رسالة رسالتنا برنامج الأبطال هي إن فرق السيدات تاخد الاهتمام من أحد يعني رسائلنا إن فرق السيدات تاخد يعني الاهتمام كفرق الرجال الحقيقة لأن أنا شايف إنه فرق السيدات على المستوى الدولي والأولمبي واللعبات بيحققوا نتائجي ممكن تفوق الرجال في أوقات كتيرة جدا من ضمن الأخبار اللي أسعدتنا الفترة اللي فاتت كان هي إن اللجنة المؤقتة اللي بتدير اتحاد كرة اليد بدأت تهتم بهذا القطاع قطاع السيدات يمكن طول عمرنا عارفين عندنا منتخب كرة يد قول رجال ولكن محدش سأل نفسه قبل كده ما عندناش منتخب سيدات محدش خد باله أو يمكن القريبين من اللعبة بس اللي خدوا باله فإحنا كنا عندنا رسالة إن القطاع ده يرجع تاني يقف على رجله أنا عندنا ثقة في لعباتنا وعندنا ثقة في ناشئنا إنهم يقدروا يحققوا حاجة على المستوى الأفريق لللجنة المؤقتة عملت فريق للناشئات وفريق للشبات طيب فريق الشبات موليد ألفين واثنين يعني عشرين سنة كان عندهم بطوط أفريقيا في غينيا ولعبوا في ظروف صعبة جدا هنقول لحضراتكم الظروف والملعب والدنيا كان شكلها إيه ومع ذلك ويعنا في مجموعة برضو مش سهلة كان فيها أنجولا أنجولا في كرة اليد سيدات هي رقم واحد في أفريقيا هي وتونس يجوا بعض فكان مقوية معنا في المجموعة أنجولا نجح اللاعبات أن هما يعني يطلعوا من مجموعتهم يلعبوا لأدوار النهائية ويوصلوا فينال أمام أنجولا ويتصاب عندنا أحد أهم اللاعبات ومع ذلك خسمنا من أنجولا في المبرانة النهائية 18-17 ونصعد لكأس العالم للشبات حدث مهم جدا من وجهة نظرنا بداية إن شاء الله يبقى فيه منتخب للسيدات عندنا لعبات محترفات في فرنسا عندنا مروة عيد عبد الملك وعندنا رحاب جمعة اللي اتنين بنات النادي الأهلي واللي اتنين بيحترفوا في فرنسا ممكن يكونوا ينضموا للمجموعة اللي طالعة من الشباب مع اللاعبات الخبرة اللي موجودين في مصر أتصور لهاب عندنا منتخب قام النهاردة بنستضيف لعبات المنتخب أو لعبات منتخب مصر اللي راحوا من منتخب مصر من النادي الأهلي اللي مسلوا مصر في الفريق ده هيكون معنا كمان المدير الفني كابت الرامي عبداللطيف ويحكي لنا عن كل الصعبات اللي قبلته هيكون معنا كمان روان سعيد وهيكون معنا مننا طالله سيد أحمد سيد محمد مننا طالله بالمناسبة خدت أفضل حارس مرمى مننا خدت أفضل حارس مرمى في البطولة هيكونوا معنا في الفقرة الحوارية هنتكلم عن كل شيء هنكلم عن طموحاتهم هل هم راحين كاس العالم يعني ان شاء الله يقدوا نتيجة كويسة بداية جيدة جدا لازم نحي اللجنة المؤقتة عليها وان شاء الله بإذن الله الاستمرارية مطلوبة حتى نرى منتخب لكلة اليد سيدات زي وزي الرجال وعلى منصات التتويج بإذن الله دي أحد رسائلنا الحقيقة من ساعة ما بدأنا برنامج الأبطال